طيب الجزئية التانية وهي متعلقة بقى بتغيير الموعد وتأثيره على المنتخب الوليمبي اللي بيستعد لدورة توكيو خلال الفترة القادمة يوم 22 سبعة يعني برضو في الجزئية دي انا خلال اليومين اللي فاته اريد فكرة ان الكابتن شوقي لازم يبعث الاسامي النهاردة 36 والساعة 12 الظهر وان المنتخب لازم يسافر يكون في توكيو يوم 17 عشان الفقاعة الطبية وامور تفاصيل كتيرة جدا وانا امبرح الحمد لله استعرضت معلومات قلتها من حوالي 90 يوم من 3 شهور على موضوع الفقاعة الطبية وتزامن الموعيد مع بعضها والحمد لله احنا قلنا دلوقتي هو اللي عامل بلبلة وعمل ازمة دلوقتي اللي محدش اتخذ قرار او خد قرار من 3 شهور عشان يشوف الموضوع ده لما يحصل لكن ما علينا اللي خرج امبرح بالنسبة لنا كان جديد هو تصريحات الاستاذ شريف العريان السكرتير العام لللجنة الولمبية المصرية وهو بالمناسبة رئيس الاتحاد الخماسي الحديث قال ان الموعد المحدد لارسال جميع قوائم الفرق المشاركة في اولمبياد توكيو يوم 2 سبعة وليس 30 ستة كما اكد الكابتن شوق غريب طب انا اتمنى يكون في ترجمة للتفاصيل دي يعني اتحاد الكورة كان بيقول 30 ستة واللجنة الولمبية بتقول لا ده 2 سبعة ما هو لو المعاد مرسل غلط هنا فيها مشكلة ولو الاتحاد الكورة مش عارف المعاد الصح هنا فيها مشكلة اكبر طيب مهند الشريف العريان كمان اضاف وقال جميع الفرق المشاركة في اولمبياد توكيو مطالبة بارسال قوائم اللاعبين قبل يوم 4 سبعة لكن لفرق التوقيت من مصر واليابان اخر موعد اللجنة الولمبية تلتزم بي عشان تبعت الاسامي يوم 2 سبعة طب كتليه حالة البلبلة والساعات الاخيرة مبارح وبنتكلم ده بكرة اخر مهلة ولازم نبعت خطاب للكاف ولازم يكون فيه محادثات طب يا جماعة لسه فيه وقت لسه فيه 2 سبعة ولو الكاف رد عليك ممكن يرد عليك قبل يوم الجمعة أو السبت ان شاء الله طيب سكرتير عام اللجنة الولمبية كمان قال حاجة تانية ودي اهم بقى من فكرة معاد 2 سبعة ولا 4 سبعة ولا 36 قال ما فيش ازمة في انضمام لعيب الاهلي للمنتخب الولمبي عاقب الانتهاء من المشاركة في نهاية دورة ابطال افريقيا يوم 17 سبعة وقال ان ما فيش فقاعة طبية في اولمبيات توكيو بالنسبة لي جديدة مش جديدة التصريح لا المعلومة في حد ذاتها جديدة لان الكلام اللي جاي لنا من اتحاد الكورة خلال الشهر اللي فات كله ان لازم الفرقة تكون موجودة يوم 17 عشان تلتزم بالاجراءات الفقاعة الطبية قبل المباراة الاولى ب4-5 ايام يا جماعة وفي فقاعة ولا ما فيش فقاعة 36 ولا 27 اولي ما فيش وضوح مع الاعلام الرياضي في مصر في فكرة التفاصيل المتعلقة بموعيد ارسال قوائم بموعيد الفقاعة الطبية ما هي اللوايح موجودة وعندنا وبنشوفها كلنا وبنقراها لكن في النهاية لما بيقى في مصدر او تصريح رسمي من مدير فني او رئيس التحاد او رئيس لجنة اولمبية احنا بنعتبره زي اللايحة لان الرجل المسؤول ده قاري اللوايح وعنده كل الايميلات والخطابات الرسمية فبنتعامل معها لانه مصدر ثقة فبناخد منه المعلوم 36 بقى انه شهر بنقولها يطلع انبارح سكتير اللاجنة ومبية قالك لا ده 2-7 قاله فقاعة طبية مواند شريف العران قالك لا ما فيش فقاعة طبية هو فيه شرط ان اي حد هيسافر قبل انطلاق المباريات لازم يغضع لتلت مساحات طبية خلال التلت ايام قبل المباراة الاولى وبالتالي لو تلت مساحات سلبية في التلت ايام متتالية يبدأ يدخل في التدريبات عشان يبدأ يكون موجود معاهم في المباراة الرسمية هي فيما معناها حجر صحي في اول تلت ايام بمعنى اضاق يعني لكن ما فيش فقاعة طبية طب ليه الازمة يعني فين الازمة وفي ظل ده فكرة ان اتحاد القرى يطلب ان الفاينال يتلعب بعد دور التقيل او كلام ده صح انا بالنسبة لي ده طلب غريب يعني ممكن اه مقبول قبل يوم سبعتاشر ستاشر خمستاشر اربعتاشر ده مقبول لمصلحة منتخبنا بالتأكيد لكن بعد دور التقيل طب مش ممكن التأجيل ده يضر الاهلي ممكن التأجيل ده يكون فيه ضرر على الاهلي في مسألة القوائم الفترة الجاية ده احنا خلاص بنخلص في الدور وبنشوف قوائم المسلم الجديد ليه ترحل ومواطش زي ده مش عايزين نعمل زي اللي حصل السنة اللي فاتت يعني الاخرى في المرة لما اجلوا كتير السنة اللي فاتت كانوا زروف استثنائية عندهم ليه علاقة بالكورونا لكن الامر في يدنا والاهلي جاهز وحاضر انا من مصلحة تلعب الفاينال دلوقتي مش بعد شهر تمانية فهنشوف في الفترة الجاية ايه اللي هيحصل فيه هذا الموضوع وان شاء الله كابتن شوقي يختار القيمة اللي هتمثل مصر بشكل جيد بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية طيبقى لتصريح المهند شريف عليان الاتنين سبعة ده اخر موعد